شوف طبعا كلنا أكيد عرفنا نتيجة المباراة بتاعة ليفر بول ومانشستر سيتي واللي انتهت بفوز ليفر بول وبالتالي يتأهل نادي ليفر بول إلى نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي طبعا دول الناديين الأقوى الأبرز الأشهر الأكثر قوة أو أسطورية في البطولة ليفر بول فاز بنتيجة 3-2 على حساب مانشستر سيتي في المباراة واللي أقيمت النهاردة على ملعب ويمبلي ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة للموسم الحالي 2021-2022 الأهداف بتاعة المباراة جات عن طريق كل من إبراهيمة كوناتي وساديو مانيه هدفين تحديدا في الدقايق 9-17-45 على التوالي يعني مانيه جاب هدفين وإبراهيمة جاب هدف طبعا دول صالح فريق ليفر بول كما نعلم جميعا مانشستر سيتي اللي جاب الهدف بتاعه هو جاك جيرلش وبرناردو سيلفا في الدقايق 27-93 من عمر هذه المواجهة بينتظر ليفر بول الفائز من مباراة تشيلسي دي دي كريستيل بالاس واللي هتقام إن شاء الله الساعة خمسة ونص مساء بكرة بإذن الله لنفس الملعب هو هو اللي هو ملعب ويمبلي ترجمة نانسي قنقر